اكد سعادة السيد علي بن محمد الرميح وزير شؤون الاعلام أن هناك تحركات اعلامية قطرية تتزعمها قناة الجزيرة وموجهة إلى المواطن القطري لمحاولة تشويه صورة مجلس التعاون الخليجي والدفع باتجاه تحريك مطالبات شعبية قطرية للانسحاب من المجلس وأضاف وزير شؤون الاعلام في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أن السياسة الاعلامية القطرية الحالية تعمد إلى إثارة المواطن القطري بتلفيق الدعاءات مبنية على مغالطات تاريخية وسياسية هدفها الأساس إغار صدور الأشقاء في قطر تجاه المجلس والتقليل من شأنه بل وإيهام المواطن القطري أن الإجراءات التي تم اتخاذها موجهة له وأوضح سعادته أن الإعلام القطري يعمل على تشويه صورة المنظومة الخليجية بأكملها من خلال إدعاءات لا أساس لها من الصحة معربا عن أسفه من محاولات الإعلام القطري تعبئة الشارع بهذه الأكاذيب وإشراكه في أزمة سياسية وأشار الرمح إلى أن الحملة المنظمة التي بدأتها الجزيرة وتروج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحاول إظهار أن هناك تحركا شعبيا للمطالبة بالانسحاب من المجلس معربا عن أسفه أن تقوم وسائل الإعلام إيرانية بالمشاركة في الحملة عن طريق الترويج إلى مكاسبة قد تحققها قطر بالانسحاب من المجلس ترجمة نانسي قنقر